وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية يبحث عددا من المحاور أبرزها الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين نحن عندنا أربع محاور المحور الأولاني بيتكلم عن المواطنة بكل تنويعاتها بكل روافدها بيتكلم المحور الثاني عن حقوق اللاجئين والمهاجرين المحور الثالث بيتكلم عن مسألة الحقوق المشتركة ما بين الدول الإفريقية في تنمية مواردها الطبيعية الأمر ده أمر هام وأمر حيوي وبيحكم القانون الدولي وإحنا كلنا مترقبين لسماع كلمات السادة الرؤساء الوفود وأعطائها وأبحثهم المقدمة في هذا الشأن أيضا عندنا مسألة أخرى تهم كل مواطن مصري وهي أنه أثر التنمية الاقتصادية من حيث المنظور الاجتماعي حيث المسألة دي مسألة مهمة جدا وعاوز أقول لحضرتك أنه التوصيات التي تصدر عن هذا الاجتماع تولى بها عناية شديدة جدا ومن كل المشرعين والتنفيذيين فيعني بالاختصار هذا الاجتماع اجتماع مؤثر وليس اجتماعا بروتكوليا إنما اجتماع له نتائج محققة وملموسة على الأرض